اشتركوا في القناة للخلق وللأزمان كم تهنأ وفؤادك يملأه القرآن وقولوا للناس حسنان تقديم الأستاذ الطهر كريستو بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أيها المستمعون الأفاضل والمستمعات الفاضلات أحييكم بتحية الإسلام فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته باب الدعاء نجد كثيرا من الناس لا يلتفتون إليه فإذا حلت بالإنسان مصيبة أو حل به كرب فماذا يفعل؟ غير المؤمن يحاول ويحاول فإذا لم يجد مخرجا من ذلك الكرب أو من تلك المصيبة قد يذهب ليعاقر الخمر وينسى الأمر فينشغل لحظات ثم يرجع إليه صحوه ويجد الهم ملازما له كما هو فيلجأ إلى الإفراط في تناول المهدئات أو إلى تناول المسكنات وإذا يأس يلجأ إلى الانتحار لينهي حياته غير آسف عليها أما المؤمنون فإن الإيمان في قلوبهم يحفظهم من هذه المحن ويثبتهم عند نزول المصائب انظروا النبي صلى الله عليه وسلم كيف يفعل عندما تحل به مصيبة هو يعلمنا الدعاء ويعلمنا أن الدعاء ينفس عن المكروب ويفردج عن المحزون يقول النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك الدعاء الذي دعاه بعد حادثة دعوة أهل الطائف وقبل الإسراء حديث ودعاء جميل جدا يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم اللهم إليك أشكو ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس يا أرحم الراحمين إلى من تكلني إلى عدو يتجهمني أم إلى قريب ملكته أمري إن لم تكن صاخطا علي فلا أبالي غير أن عافيتك أوسع لي أعوذ بنور وجهك الكريم الذي أضاءت له السماوات والأرض وأشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة أن تحل علي غضبك أو تنزل علي سخطك ولك العتبة حتى ترضى ولا حول ولا قوة إلا بك الدعاء أيها الأفاضل يخفف الأحسان يفرغ الشحنة التي تثقل صدر الإنسان وتجعله مهموما مغموما في حياته الواحد منا إذا تعب من أمر لا يرتاح حتى يفرغ تلك الشحنة ذلك الحمل الثقيل فيحكي ذلك الأمر يحكيه يعني ينفس عن صدره قد يحكي أمره لزميل وقد يحكي أمره لصديق لكنه لا يأمن إذا حكى ذلك الأمر لزميل أو صديق أن يفتي سره لكنه إذا لجأ إلى الله تعالى وبثه همومه وشكواه فرج الله عنه في الحال ولذلك قالت السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها كان صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة يعني إذا أهمه أمر إلى أثقل عليه مشكل كبير ما كان يحكيه لأي إنسان حتى زوجته بل كان يشكو أمره إلى الله تعالى فزع إلى الصلاة يعني لجأ إلى الصلاة والصلاة دعاء يناجي فيه الإنسان ربه سبحانه وتعالى ويحدثه بما في قلبه فيفرج الله تعالى عن ذلك المهموم النبي صلى الله عليه وسلم وهو يعلمنا هذا الخلق الإيمان العظيم خلق الدعاء نزل على النبي صلى الله عليه وسلم الملك الأمين جبريل ومعه ملك الجبال وقال له يا محمد إن الله قد سمع قول قومك لك وأنا ملك الجبال وقد بعثني ربك إليك لتأمرني بأمرك فما شئت إن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين يعني الجبلين المحيطين بمكة فقال صلى الله عليه وسلم بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله وحده لا يشرك به شيئا شفوا هالقيمة الإيمانية العظيمة اللي يربي النبي صلى الله عليه وسلم عليها الصحابة ويربي عليها المسلمين لكن حتى يكون الدعاء مستجابا لابد من شروط منها اليقين بإجابة الدعاء وحضور القلب أثناء الدعاء لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول أدعو الله وأنتم موقنون بالإجابة فإن الله لا يقبل دعاء من قلب غافل لاه أيضا سبب ثان وهو تحري الحلال قال النبي صلى الله عليه وسلم لسعد ابن معاذ عندما طلب منه أن يكون مجاب الدعاء قال له أطب مطعمك تكون مجاب الدعوة يعني ما تخلطش الحلال بالحرام بل تحر الحلال واحرص على أن لا تدخل إلى جيبك أو إلى فمك إلا ما كان حلالا طيبا خالصا فإنك بذلك تكون مجاب الدعاء بإذن الله سبب آخر من الأسباب التي تكون وراء إجابة الدعاء التقرب إلى الله تعالى بالنوافل بعد الفرائض وهذا من أعظم الأسباب دليل ذلك قول الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي يرويه عن ربه وما زال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها وإن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه هذه العبادة تقربنا إلى الله تعالى تقوي صلتنا بالخالق جل وعلا وينعكس خيرها على علاقاتنا ببعضنا فنتراحم بسببها ونحب بعضنا بعضا وفي هذا القدر كفاية وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وإلى أن ألتقي بكم أحبابي لكم مني أجمل تحية ودمتم في حفظ الرحمن والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته قدمت لكم العذاعة الوطنية وقولوا للناس حسنا برنامج يرمي إلى تجلية آداب الإسلام وقيمه السمحة وقيمه السمحة وقولوا للكون وقل للخلق وللأزمان كم تهنأ وفؤادك يملأه القرآن وقولوا للناس حسنا